نرجع تاني لأستاذ محمد طارق أهلا وسهلا أستاذ محمد أهلا وسهلا أستاذ محمد كلمنا عن المنصة بتاع التقسيط واللحمة دي وقل لي جات الفكرة دي في دماغكو ازاي وعملته ايه احنا مبدئيا بقلنا فترة شغالين في الصناعة دي بس الصناعة دي تفتكر شوية من عملية الرقمنة والتحول الرقمي للصناعة احنا فكرنا في فكرة المنصة منصة مواشيك دي انها بتقدم ثلاث خدمات اول خدمة اللي هي المواسوق ده وتعتبر اول سوق إلكتروني للموااشي المطر نقدر ان احنا نقلل المشاكل اللي بتقابل المربيين في عملية التسويق للموااشي يعني انا لو عايز عجل او خروف اقدر ادخل على المنصة دي واطلب احنا اول جزء ده كمان متخصص للمربيين زي سوق للموااشي يا فندي اللي بحريك يقدر يخش المربي بيعرف كل الموااشي بتاعته وتجار الموااشي ممكن يشترها منه وتجار الموااشي بالضبط احنا بنحاول بنحاول نحنا نقلل شوية في المصاريف اللوجستية من للتكلفة اللي بتبقى محطوطة على الموااشي تمام ده اول جزء التاني جزء افندي التاني اه التاني دي خدمة موفق موفق دي ان حضرتك دلوقتي عايز تشتري خروف مثلا احنا بنتقدر تختار زي ما حريك عراضت كده تقدر تختار خروف مثلا برقي الخروف ده بيجي عن طريق طريق طبي متخصص بيقدر ينزل يفحص المزارع يفحص المشاية بتاعت حضرتك بيتأكد من الاوزان اللي حريك طالبها بيتأكد من العلف اللي بيأكلوا المشاية وبيبقى فيه مطيح ليه كمان خدمة بس مباشر للأضحية بتاعتك زي الخدمات او المشاية بتاعت حضرتك زي الخدمات المباشرة اللي احنا بنقدمها من دبح البقطيع حسب الطلب اللي حضرتك عايزه التغليف وكمان تقصيل لغاية المنزل اه يعني انا حطلب الخروف وقولك انا عايز اتباحه فتتباحه وتقطعه زي ما انا طالب بالضبط يا فاني ويجي لي في كياس بالتغليف بتاعنا تمام وبيوصل لحد البيت وتوصل لحريك لغاية البيت بسبب الاسعار بقى خليني جزء جزء كده معاك الاسعار هتبقى ازاي يعني لما انت بتدلعني قوي لما تتبحهولي وتجبهولي وجاهز وخلافه هل التكلفة بتزيد علي لا خالص احنا النموذج العمل بتاعنا مختلف احنا ما بتبصش لسعر اللحمة الصافي ايه رفك بتشتريه قايم ايه وحسن ما بيصفي محركة يوم في الغالب بيصفي من خمسين لخمسة وخمسين في المية تمام زائد الخدمات المضافة اللي احنا بنقدمها لخبرتك اللي ايه الجزار الجزار والتوصيل اللي ايه الجزار والتوصيل احنا بنقدر نحنا عندنا شبكة مزارع ضخمة جدا وينزل فريق الطب بتاعنا بيعاين المزارع دي ويعاين النوع الاعلاف ونوع الجودة بتاعك اللي انتو فريق العمل قدي يعني عارف انتو بدقين براس مال عشرة ملايين جينيه مزبوط احنا عندنا فريق طبي ضخم يعني خبرات كويسة جدا زيادة عن عشرين سنة خبرة في الطب البطري لقيت الشغالين في المجال دوت من فترة كبيرة جدا عندهم خبرة واسعة جدا في جودة اللحمة و جودة الأعلاف والمواحي طيب أستاذ محمد لو أنا عامل أطحية وعايز أنا لاتبح هتقدروا توصلولي الخروف سليم ومعاجد زار آه يا فعندنا الخدمة دي والمشايا بتاع تحركت وصلت لغاية البيت رائع طيب في التقصيد إيه اللي حيحصل بص حريك إحنا عندنا عايزة برضا أقول لحريتك حاجة بأول مرة تحصل إن إحنا عندنا خدمة اسمها مواشريك إيه مواشريك دي حضرتك في العادي دي حاجة إحنا كلنا تربينا عليها إن ممكن خمسة عشر يخشوا في عجل صحيح نظبوط لكن ممكن السنة دي مثلا ما تلاقيش الخمسة العشر دولات أو مش شرط يبقى حريك عندك المعرفة بالأشخاص اللي عايزين يخشوا محريك في الدبيحة تمام وإحنا موفرين الخدمة إن إنت تخش تقدر تشتري سهب في عجل أيو جمعية العجل بمعنى صح ومش شرط حريك تبقى عارف الأشخاص المشاركين إنت اللي بتقوموا بدا إحنا اللي بنقوم بتك تمام بتوصل لحررتك اللي إحنا بتحرك متعطاعة لغاية البيت كويس أوي التقسيط إحنا ليه التقسيط بالنسبة للتقسيط إحنا عاملين بروتوكولات مع بنوك عاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي أكبر الشركات اللي موجودة دلوقتي إحنا عاملين معها بروتوكولات وبتقدر حرك تقسط من خلالهم آه بس كده التقسيط بفوائد لأ إحنا عاملين عروض بالنهاية تبقى من جير فوائد كمان يا فندم على ست شهور ست شهور بدون فوائد بدون فوائد آه يعني أنا قدر أقولك أنا عايز خمسة كيلو وأصطم على ست شهور إحنا ما بنبيعش التجزيط أو حريك السهم من منموم خمسة وعشرين كيلو آه يعني التعصيط لكميات مش بالكيلو إحنا ما بنعرضش بخمسة كيلو أو اثنين كيلو دلوقتي دي خطة مستقبلية لكن إحنا بنشتغل على زي ما بقول حرتك أقل نموذج عندنا هو الأسهم وتقريبا دلوقتي وإحنا بنتكلم أقل أسهم خمسة وعشرين كيلو دي لفترة العيد بعد العيد ممكن نبقى حرك الخمسة وعشرين آه ألف اللي هو السهم ده يعادل كم ألف جنيه يعني الكيلو بكام الخمسة وعشرين كيلو دوت بيعادل حوالي تلتمائز جنيه الكيلو تلتمائز متقطع جاهز واصلني البيت بتضبط يا فندم ده ضاني ولا بتله؟ بتله لا مش بتله عجالي عجالي تابو الضاني؟ الضاني ما فيهش الشراكة دلوقتي اي لكن احنا بنوفره لحضرتك حي او بتطلب لو حريك حابب حضرتك لوحدك يعني عندك الخروف ويدبح اه تمام بتمنللكم التوفيق هي تجربة جديدة بس ممكن ممكن تساعد المواطنين لو قدرنا نعمل تعمله منافذ يبقى فيه فرصة لانك توصل تبيع بسعر اقل من سعر السوق ودي الخطة بتاعتنا المستقبلية ان شاء الله باذن الله انا بشكرك جدا استاذ محمد طارق على هذا التوضيح وهذه اللحمة لشكلها حلو اوي مش عارف اللحمة دي من عندهم ولا من عندنا